تفضل أبو العباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أبو العباس الله يحفظك اليوم سؤالي شيخنا مبني على آيتين يعتمد على آيتين في سورة النساء الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا هذه الآية الأولى وفي الآية التي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العلي العظيم سؤالي اليوم يا شيخ وليد سؤالي مبني أن بعض الأخوان يقولون لي أن السنة يتكتمون على بعض الأحداث التي وقعت في تاريخ الإسلام قلت لهم أن لي صديقا ومحاورا شجاعا وسوف يجيبني عن هذه الأسئلة التي أنتم تعتقدون أن أهل السنة يتكتمون عليها ويعتمون عليها ولا يحبون أن يتحدثوا بها سؤالي اليوم الأول هو أن الصحابة الذين تسوروا بيت الخليفة عثمان رحمه الله وقتلوه هل هم قتلوه خطأا فلاجب أن يدفعوا الدية إلى أهله أم قتلوه متعمدين فيستوجب أنهم خالدون في نار جهنم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما الذين قتلوا الخليفة عثمان أم أنهم اجتهدوا فلهم أجر على قتل الخليفة اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد تفضل طيب الله مستعان أولا بداية الذين قتلوا سيدنا عثمان رضي الله عنه أرضاه سيحاسبون وهم الآن بين يدي الله عز وجل تمام سيحاسبون وهم الآن بين يدي الله عز وجل طيب هم مسلمون نعم هم مسلمون خرجوا على الخليفة الشارعي بالفعل خرجوا على الخليفة الشارعي قاتلوه بالفعل قاتلوه تمام هل أنا أستطيع أن أحكم عليهم بالجنة والنار لا أستطيع أن أحكم عليهم بالجنة والنار وإلا فقد أحكم على قاتل علي بن أبي طالب أيضا في النار وقاتل الزبير في النار وقاتل فلان في النار أنا أتكلم عن الجيش ليس أتكلم عن القاتله فلذلك نحن نترك أهم في النار أهم في الجنة دي بأمر الله عز وجل بأمر الله عز وجل ولكن هل هم هؤلاء خالفوا تلك الآية وقتلوا رجل مؤمنا بالفعل قتلوا رجل مؤمنا كما أن علي بن أبي طالب مؤمنا وقتلوه كما أن الزبير مؤمنا وقتل أيضا فالله المستعال أنت أفكر أن أنا مثلا حاجي في سيدنا عثمان بن عفاد أخاري في المنهج بتاعي والله المنهج بتاعي واحد يا عماب العباس سؤال تمت الإجواب صد أنا لم أقل مع احترامي لرأيك لم أقل هل هم في الجنة أم في النار أقول قتلهم له هل كان خطأا أم متعمدين في علاقته لا ما في حد دلوقتي أقول له حاجة قتلوه متعمدا والذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه متعمدا والذي قتل الزبير متعمدا سؤال أخير لكن هنا بص يا أساس طلعما فيه هناك ده رجل مسلم وعنده إشكاليات عنده إشكاليات يعني أنهم قتلوا سيدنا عثمان بن عفاد قتلوا له أنه خليفة عادل كذا 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 يعني راحوا قالوا كذا العنوان بتاعهم أننا قتلنا الخليفة عثمان بن عفاد لأنه رجل طيب وأنه رجل عادل وأنه رجل يطبق السنة ويطبق كتاب الله عز وجل طبعا لا صح ولم صح كلامك منطقي لكن هم قتلوهم متأولين هذا التأول هل يرضي الله عز وجل أو لا يرضي الله عز وجل يالله عز وجل هو اللي يحكم فيه يوم القيام أحسنت السؤال الآخر هناك مقولة هل أنت تؤيدني في أنا قرأتها لا أعلم لم أكن في ذلك الزمان ولكن مقولة قرأتها أو قول أو رأي يقال أن الخليفة عثمان في بداية خلافته حوالي عشر سنوات السنوات الأولى قد سار فيها على نهج الرسول وسنة الشيخين ولكنه في سنواته الأخيرة يعني بدأ يخالف سنة الشيخين ما رأيك؟ لا كلام ده مش مزبوط جزاك الله خيرا شكرا جزيلا شكرا بالكام population خلافة العثلة تف مع لأولاد تتحدى شكرا جزيلا لا تحضر موابلي căسية شكرا